بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء وحفظ توازن الأرض تأتي المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة التي أطلقتها هيئة البيئة والتي تعمل على حفظ التربة من الإنجراف وزراعة الأشجار التي تعمل على تنقية الهواء وتقليل نسبة الغبار تأتي هذه المبادرة في موقع مسور الأشجار البرية في محافظة مسندم والذي يتسع إلى عشرة آلاف شجرة لزراعة عشرة مليون شجرة ننطلق اليوم بمشاركة واسعة بعدد ما يقارب 600 مشارك من الأهالي جزاهم الله خير في مصور خور نجد المعد مسبقا المصور يتسع لعشرة آلاف ومئة شجرة وبإذن الله سوف ننتهي من عملية القرص بهذا اليوم خلال ساعات بإذن الله لأنه العدد المشارك عدد كبير جدا الأشجار الموجودة التي تم قرصها اليوم شجرة القاف والسدر وطبعا أشجار برية عمانية محلية مقسم المصور على قسمين خمسة آلاف من أشجار القاف وخمسة آلاف من أشجار السدر وشارك في العمل عدد كبير من أبناء المجتمع والمؤسسات الحكومية لكي يكون لهم دور فعال في انطلاق عملية التشجير في الموقع المحدد حيث يضم الموقع أنواع متعددة من الأشجار المحلية منها أشجار السدر والغافل العمانية بداية نحمد الله ونشكره على هذا الفضل الكبير تحرص إدارة البيئة بمحافظة مسندم إلى تحقيق المبادرة الوطنية لزرعات 10 ملايين شجرة برية في محافظة مسندم التي تسعى إلى تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقع الخضراء ويحتوي المشروع على كامل التجهيزات الأولية حيث تم تسوير الموقع وتوصيل شبكات الري وتركيب خزانات المياه وتجهيز الحفر الخاصة بالاستزرع بما يضمن نمو وسلامة هذه الأشجار تعمل هيئة البيئة على زراعة الأشجار البرية في مسور خورنجد وذلك بهدف زيادة الغطاء النباتي من ولاية خصب عبد الرحمن بن علي الظهوري محافظة مسندم محافظة مسندم